كارلوس كيروش أكيد عامل حسابه لكل هذه السيناريوهات لكن عايزة رجع مع حضرتك لنقطة المحترفين قلت أن هم تقريبا غالبية الفرقة محترفين كلها محترفين ونحن عندنا خمس محترفين فقط هل ده عامل حسن؟ لأنه في بعض الأحيان بيكونوا محترفين لكن ما فيش حالة انسجام ما بين اللعيب أنا عندي تألف أكتر منهم يعني العصب بتاع المنتخب محليين اللي هم القوة الضربة بتاعته سواء في الدفاع أو في خط النص اللي هو بيعتمد عليه كيروش هو بص كيروش مش هيغير الطريقة بتاعته يعني هو لو لعب هيلعب متحفز دفاعيا فمسلا هيحط التريزيجية أو ممكن يلعب تريزيجية جنب النيني جنب عمر السلية عشان يأمن شوية أو في حالة اللي هو تحول الهجومي يبقى التريزيجية عامل هجومي أكتر لأن التريزيجية عنده السرعة وعنده المهارة أنه يضيف لمصطفى محمد ومربوش ومحمد صلاة فبالتالي لو هو لعب تحفز دفاعي أنت عندك القوة الضربة محلية القوة الضربة دي متألفة مع بعضها أكتر يعني لو كلمت عن محمد عبد منام مع الوينش في الدفاع دول سبع مباريات أو تمام مباريات لعبوها في بطولة أمه الأفريقية فعنده أمر كما لعب واحد مع فتوح الربائي ده متألف أكتر ممكن تبقى دين قوة اللي أنت بتعتمد عليها المحترف ممكن يبقى هو زي ما أنت بتقول كده بنلعب في مدارس مختلفة ده بيلعب في الدور الفريسي ده بيلعب في دور إنجليزي ده في إيطالي لكن هما الفكرة أن سرعة التألف هتلاحظها أن محمد صلاح ومربوش ومصطفى محمد ونيني أكثر تألف على طول بيفهموا بعض أكتر لأنهم واخدين على الجو يعني واخدين على كرة معينة واخدين على شكل معين ما بيهتموش بالجمهور العامل النفسي كمان المحترف بتعمل نفسيا خلاف المحل النهاردة بتعمل تحت ضغط مباراة كبيرة فعارف هتصرف إزاي ما بيحصلوش توطر في الملعب ما بيحصلوش ألأ في الملعب بيبقى عنده متأهل نفسيا وعصبيا فما بيحصلوش ضعف في العضلات بتاعته فكل ده المحترف بيستفيد منه لكن أنت كمنتخب بشكل كامل أنت أقوى طبعا وأفضل وانت التاريخ وكمان طريقة اللعبة بتاعتك الأحلام بتاعتك أقوى كتير من السنغاليين